بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من مسجد الكعبة من المسجد الحرام ومن جوار البيت العتيق يتجدد معكم اللقاء لنتدارس آيات القرآن العظيم نقف مع كلمات رب العالمين نتدبر تلك الكلمات نتفهم مراد الله عز وجل منها مستعينين بتوفيق الله عز وجل وهدايته جل جلاله ثم الوقوف على كلام العلماء من المفسرين وهم يبينون لنا هذا المراد كل على قدر جهده وما فتح الله عز وجل عليه والسورة التي نتدارسها هي سورة آل عمران هذه السورة المدنية المباركة الكريمة التي ذكر الله عز وجل فيها قصة وخبر وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من الحوار والجدال بينهما وما كان أيضا في أثناء ذلك وفي أثناء تلك الواقعة وذلك الحدث ما كان أيضا من أمور وقضايا مرتبطة أيضا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للحق ومجادلة أهل الكتاب بعمومهم يهودا ونصارى حيث كانت هناك في المدينة النبوية وذلك من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ثلاث من قبائل اليهود بن النظير وبن قينقاع وبن قريضة وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائع وأحداث ذكرتها كتب السيرة النبوية وكذلك نجد القرآن العظيم سجل شيئا من تلك الوقائع التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة وأيضا في خيبر وكما وقفنا مع الآيات السابقة وتبين لنا تلك الحقائق العظيمة ونحن نستعرض هذه الآيات والتي أعطتنا الدلالة أول ما أعطتنا على أن هذا الكتاب وهذا القرآن كتاب الحق الذي جاء من عند الحق سبحانه وتعالى ظهرت لنا الحكمة في نزوله منجما حيث كانت الآيات ترافق النبي في نزولها ترافق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والوقائع التي تحدث له فكان في ذلك ظهور هذه الحكمة الجليلة وظهورا جليا حيث كان في هذا النزول المفرق كان فيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا هو تثبيت أيضا لأصحابه رضوان الله عليهم وكان أيضا التعلم بهذه الطريقة أوقع في نفوسهم رضوان الله عليهم حيث تأتي الآيات مرتبطة بالواقعة وما يحدث فيكون ذلك أوقع في النفوس وأظهرت لنا أيضا أن الله عز وجل يقول الحق وأن القرآن حق حيث أظهرت لنا دعوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأظهرت لنا تلك الحقائق الربانية التي جاء بها هذا القرآن والقائمة على أعظم قضية وهي قضية الإيمان بالله جل جلاله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية جل جلاله وأن هذا الأمر العظيم تبين لنا وأن دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هي دعوة إلى هذه الحقانية العظمة الإيمان بالله جل جلاله وإفراده بالعبودية وأنها ليست قضية دعوة إلى الذات ولا قضية البحث عن مكانة وجاه وإنما هي قضية البلاغ بهذا الحق وإعلام الناس به ودعوتهم إليه وهذا أمر ظهر لنا بكل جلال وأظهرت لنا أيضاً الآيات عناية هذا الكتاب العظيم بالتأريخ الإنساني والعناية بالجوانب الهامة لهذا الإنسان ومن أعظم ما ميز هذا الكتاب العظيم في هذا الجانب وهو أنه يقول الحق ويعرض الحق وأنه يذكر ما يحتاجه الإنسان من ذلك وأيضاً أنه علمنا هذا الكتاب العظيم التفسير الحق لما حدث في تاريخ هذا الإنسان من لدن آدم عليه السلام إلى بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من آدم وزوجه وذريته باعتبارهم أمة كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة ثم من تبعهم من الأمم حتى أتم السبعين بهذه الأمة الخاتمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فأكملوا سبعين أمة فجاء العرض لذكر تاريخ هذه الأمم في القرآن العظيم مبيناً التفسير التاريخي الحق لما حدث بتلك الأمم وما انتابها من تحولات في وجودها على ظهر هذه الأرض واستدامتها أو انقطاعها وفنائها وبوارها فجاء القرآن مبيناً هذا الأمر العظيم بيان الحق فلذلك يعد هذا الكتاب الكريم حقيقة المرجع الرئيس في بيان التسبيب لما حدث في تاريخ هذا الإنسان فيما حدث في تاريخ هذا الإنسان وكذلك بيّنت لنا تلك الآيات عناية الله جل جلاله برسله وأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين وأن الله عز وجل أوفى الأوفياء فهو لا يتخلى عنهم وأن أعظم ما تكون تلك المعونة والسند من الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه أنه يؤيدهم بالحق أنه يؤيدهم بالحق وينصرهم به وأنه معهم في بيان الباطل الذي يقوم به أعداؤهم وخصومهم فالله سبحانه وتعالى يبين ذلك ويفصل الآيات في هذا الأمر وهذا فيه هذه الدلالة العظيمة أن الله عز وجل لا يتخلى عن أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وظهر لنا من خلال هذه السورة وما قبلها في سورة البقرة كيف كان تأييد الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان تأييده بالحق الذي الذي أيده الله عز وجل به فإذا هذا أيضا أمر ظهر لنا ونحن نستعرض ثم أيضا الإنسان وهو يستعرض هذا الأمر يجد أن كل آية تعرض لهذه الحقائق حقيقة هي تثبت إيمانا وتبني إيمانا وتزرع يقينا وتزيل شبهة وتحدد للإنسان هوية وولاء ويزداد الإنسان إدراكا ووعيا بينا واضحا بقضايا الإيمان وبالدعوة الخاتمة وما قامت عليه وأنها قامت على الحق وأن الإنسان على استعداد أن يباهل على هذا الحق الذي آمن به لأن الله عز وجل قاله في هذا الكتاب الحكيم وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرسل وهو الذي نزل عليه هذا الحق والذي الله عز وجل أيده بهذا الحق فإنه امتلأ قلبه ومشاشه إيمانا ويقينا فلذلك كان منه ذاك الأمر والاستجابة لأمر الله عز وجل فكان منه ذاك الحال عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يباهل وفد نصارى نجران وإذا بهم تثل صلوات ربي وسلامه عليه فجاء بنفسه وجاء بابنته فاطمة وجاء بولدها الحسن والحسين من ورائها رضوان الله عليهم أجمعين وصلوات الله وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهم بمنتهى ذلك اليقين لبأن يباهل هؤلاء الذين زعموا أن ما هم عليه حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو عليه باطل فلذلك كان ذاك الموقف فلذلك أقول القرآن يبني في نفس المؤمن هذا اليقين ويوصله إلى هذه الثقة وإلى هذه الطمأنينة وإلى هذا الثبات وإلى هذا الاستعداد أن يقف على الحق ولا يتنازل عنه وأنه على استعداد أن يباهل وأن يبذل كل غال ونفيس لأنه امتلأ قلبه بهذا الحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل ولذلك نحن نستعرض تلك الآيات نجد هذا الأثر في نفوسنا وهو تلك الطمأنين والرضا والثقة فيما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وأيضا نأخذ منها مدى الجهد الذي بذله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سواء في بلاغ هذه الدعوة وبلاغ هذا الحق للناس وأنه لم يتوانى ولم يقصر ولم يتخلى عن القيام بهذا الأمر فالله عز وجل قال له قم فأنذر وقال له ما على الرسول إلا البلاغ وقال له إن لم تفعل فما بلغت رسالته فقام عليه الصلاة والسلام وتحمل في هذا الأمر كل ما أصابه من بلاء ومن أذى ومن عنت ومن تضيير تحمل ذلك كله فنجد هذا الأمر ظاهرا ونجد كيف كان صلى الله عليه وسلم أيضا في طريق بلاغه ودعوته كيف كان حريصا على هداية الناس وإرجاعهم إلى الحق وأنه يصبر على أذاهم ويكرر الدعوة لهم علهم أن يعودوا إلى الله وعلهم أن يقبلوا ذلك الحق فكان هذا من شأنه ولذلك نجد هذا الأمر ظاهرا ونجد أن هذا الأمر ظاهرا في شخصه صلى الله عليه وسلم وفي بلاغه وأن ذلك دليل سيره على الطريقة الربانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والتي رأينا فيها رحمة أرحم الراحمين وحكمته جل جلاله وإنعامه على هذا الإنسان على المخلوق المكرم وأن الله الحكيم العليم الرحيم الرحمن المنعم الوهاب جل جلاله نجد كيف من خلال آيات القرآن العظيم كيف يعامل الرب جل جلاله هذا الإنسان وعندما يعصي وعندما يكفر وعندما يعني يجحد وعندما يبتعد عن ربه وعندما يظل طريق الهدى والصراط المستقيم وعندما يجفو وعندما يريد أن يسيء وعندما يريد أن ليس فقط أن يكون ظالا بل عندما يريد أن يكون مضلا للآخرين نجد أيضا القرآن العظيم يبين لنا طريقة التعامل مع هذا الإنسان وأن وأن الأصل في ذلك دعوته إلى الحق والسعي في إرجاعه إلى الحق وبذل الجهد في أن يفارق ذلك الباطل وأن يلجأ هذا الإنسان المبلغ لهذا الحق أن يلجأ إلى ربه مستعينا ويستنزل رحمة الرحيم الرحمن على عباد الله حتى يعود إلى الحق فإذن هذا أمر يجده الإنسان جليا ولذلك هنا هؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا لو استعرضنا كل ما في هذا الكتاب العظيم في الإخبار عن أهل الكتاب يهودا أو نصارى وما جاء من الآيات وأردنا أن نرى الطريقة الربانية في عرض هذا الأمر وذكره فإننا كم نرى والقرآن يدعو والقرآن يرغب والقرآن يبين والقرآن يعد علهم أن يعودوا ويكرروا ذلك عليهم كما أنه في الجانب الآخر نعم نجد أن القرآن لعلهم يعودون فإنه يحذر وينذر ويتوعد ولكن نجد أن أمر البيان والترغيب والدعوة هو الغالب هو الغالب ولذلك كان هذا الخطاب يا أهل الكتاب الذي تكرر والذي خوطب به هؤلاء القوم والذي جعل العلماء يقفون عنده وأنه في كثير من مواطن هذا الخطاب أنه صدر خطابهم بهذا اللقب يا أهل الكتاب عله أن يكون في ذلك فتح باب لهم أن يقبل الحق وأن يستجيبوا للحق الذي جاءهم من عند ربهم عز وجل في هذا الكتاب العظيم على النبي الخاتمي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهذه أمور حقيقة يعني نجدها وغيرها كثير أشرنا إليها من خلال الوقوف مع آيات السورة إلى ما وصلنا إليه أما حقيقة هذا المقطع الذي بين أيدينا من هذه السورة الكريمة والذي ابتدأ من قول الله عز وجل ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلون لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون فهنا يخبر حقيقة عن مسار لئن كان القرآن ولئن كان النبي عليه الصلاة والسلام لئن كان الكتاب ولئن كان من أنزل هذا الكتاب تبين من خلال الآيات أن الغاية والمقصود أن يهتدي هؤلاء وأن لا يهلك هؤلاء وأن لا يضل هؤلاء المنتسبين إلى الكتاب إلى أهل الكتاب وأن يسلكوا طريقا يخرجوا به من الضلال وأن يتجنبوا طريقا لو بقوا عليه يقودهم إلى النار نجد أن غاية ذلك الكتاب هو أن يهتدوا وأن يعودوا إلى الحق وأن ينجوا وأن يفوزوا وأن لا يهلكوا نجد هذا ظاهرا في آيات القرآن وأن القرآن يكرر عليهم النصيحة بعد النصيحة وأن ذلك ظاهر في آيات القرآن وكذلك نجده في شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب فلم يكن في اجتماعه ولم يكن في تدبيره وترتيبه لم يكن من شأنه معهم الغدر لم يكن من شأنه قضية الإضلال لهم بل الشأن والحال كيف يعودون إلى الحق وعندما تقف مع هذا الأمر وتقرأ وليس يعني عندنا إلا هذا الكتاب العظيم القرآن وتجد فيه هذه الطريقة الربانية وعندنا الحديث النبوي والسيرة النبوية فعندما تقرأ هذا الوحي وتجد أن الأمر ظاهر وهو الدعوة إلى الحق والسعي في هداية الناس وأن يعود الناس وأن يفوز الناس وأن لا يهلك الناس وعندما تنظر إلى الطرف الآخر كيف يعامل من أراد به ذلك كله وكيف يتصرفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لئن كان هو كما قلت عنده هذا الحرص ورب أصحابه عليه لكن عندما تنظر إلى هؤلاء وما يهدفون من تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه وإذا بهم في طرف آخر وفي ميدان آخر إنه سعي لإضلال هؤلاء ولإتلافهم وبوارهم وهنا تدرك المفارقة وهنا تدرك أين ساحة الحق وأين وجهة الحق وأين الحق الذي ينبغي أن تدين به وأن تتمسك به وأن تعتز به وأن تثق بأنك سائر في طريقه وعلى منهجه وهذا معلم حقيقة يجده الإنسان ومن هنا نجد الفارق الكبير بين المؤمن وبين من كفر بالله عز وجل فالمؤمن شأنه كيف يهتد الإنسان لينجو ليكون من أهل الجنة لا ليكون من أهل النار ليكون من عباد الله الصالحين من جند الله لا من جند إبليس وتجد أن الطرف الثاني يعاملك على غير هذا المنهج وعلى غير هذا الطريق وعلى غير هذه الغاية فلذلك هذا أمر أيضا عندما يتدبر فيه الإنسان ويقف مع هذه الآيات وما يجليه القرآن من موقفي أولئك الخصوم فإنه يظهر له هذا الأمر فلذلك وقفنا مع آيتين في هذا المسار وفي هذا المقطع وهي قول الله عز وجل ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ثم يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذه الآيات حقيقة هي تخبر عن مسار سلكه أهل الكتاب وخصوصا اليهود سلكوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضوان الله عليه فأخبرت الآيات عن مهمتين يسعى لها هؤلاء من أهل الكتاب وخصوصا كما قل اليهود الذين كانوا في المدينة الأولى وهي الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به والثانية وهي أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق فالأولى تعبر عن ضلالهم وعيشهم في ذلك الضلال حيث اتخذوا لأنفسهم طريق ألا يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والثانية أنهم اتخذوا طريق الإضلال لغيرهم ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم بذاته ومن آمن به وفي أمر الإضلال اتخذوا وسيلتين التلبيس وهو إثارة الشبهات وكتم الحق وهو نشر الجهل إذن شبهة وجهل تجهيل من آمن وتلبيس وتلبيس الحق عليه فباب الشبهات فتحوا والتجهيل كذلك أمر أرادوا فإذن هذه طريقتهم وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه هنا في هذه الآيات فقوله عز وجل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله إخبار عن الأمر الأول والمهمة الأولى والتعامل الأول مع الدعوة الخاتمة وهو الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما المهمة الثانية والوظيفة الثانية فهي في قوله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا أو في قول عز وجل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ثم في أداء الدور الثاني فسلكوا طريقة عجيبة للوصول إلى مقصودهم وكانوا بهذا الأمر ممن فتح باب النفاق باب النفاق وهذا الطريق الذي هو النفاق والذي معناه لأنه قد سبق وقفنا مع هذه القضية في صدر سورة البقرة حيث ذكر الله عز وجل الأصناف الثلاثة للناس المؤمنين والكفار والمنافقين فإذا فإذا هو إظهار للإسلام واستبطان لضده وهو الكفر فسلكوا هذا الطريق وفئة منهم وجهت للقيام بهذا العمل ليحققوا ماذا ليحققوا قضية الإضلال بإثارة الشبهة بتلبيس الحق بالباطل وبقضية الكتمان التجهيل فهذا في قول الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرا وقد كان عدد من يهود المدينة منافقين كما كان عدد من الأوس والخزرج منافقين تقدمهم عبد الله ابن أبي ابن سلول والجد ابن قيس وغيرهم مثل بشر بن زيد ورافع بن زيد ومالك بن قوقل وجارية بن عامر فهؤلاء من المنافقين من الأوس والخزرج وعبد الله ابن أبي كان خزرجي فهؤلاء من المنافقين وكذلك كان من اليهود من سلك هذا الطريق وتعاونهم ومنافقي الأوس والخزرج في هذه القضية فكان من منافقي اليهود وممن ذكروا في الأحاديث وفي كتب السيرة منهم سعد ابن حنيف وهذا من يهود بني قينقاع ومنهم نعمان ابن أبي أوفى من يهود أيضا بني قينقاع ومنهم كذلك عثمان أخوه ابن أبي أوفى ومنهم رافع ابن حريملة كذلك من يهود بني قينقاع ومنهم هو من كبار المنافقين وكان يعني كهفا لهم أي محل اجتماع والتقاء رفاعة ابن زيد ابن التابوت فهذا يعني من كبار المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم من المنافقين وكان لهم دور كبير في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته و يعني إثارة الشبهات وغير ذلك من الأمور فالآيات التي بين أيدينا إذن هي فيها إشارة إلى هذه الوجهة التي سلكها اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي وجهة النفاق وجهة النفاق فإذن الجانب الأول وهو جانب الكفر وهو جانب العموم من يهود المدينة وهو الكفر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا الموضوع كما أن الله عز وجل ذكره وكرر ذكره في الآيات السابقة فهنا نجد يعني يذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين ودوا أن يضلوا المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم فأول شيء أنهم ماذا أنهم اختاروا طريق الكفر بالنبي الخاتم إذن هم هم كفروا ولم يصدقوا ولم يؤمنوا ثم بعد إدخال أنفسهم في الضلال أرادوا أن يدخل الآخرين في نفس الضلال فيقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إذن كما قلت هذه الآن عملية الإضلال عملية الإضلال التي بدأ أهل الكتاب يسلكونها فالله عز وجل يقول لهم مخاطبا يا أهل الكتاب لم وهذا الاستفهام كم يتضمن من التوبيخ كم يتضمن من التهديد وأيضا كم يتضمن من العتاب والتلويم وأيضا كم يتضمن بإعلامهم بأن الله عز وجل رقيب عليهم وأن الله مطلع على فعلهم فهذا الاستفهام الذي يعطي هذه الدلالة عند المخاطب يا أهل الكتاب يا من أكرمكم الله فأنزل فيكم الكتاب قبل الكتاب الخاتم فيقول لم تلبسون الحق بالباطل والأصل في من عنده كتاب والكتاب رمز العلم فمن عنده العلم هل دوره تجلية الحق أم كتمان الحق وهل دور العلم إزالة الشبهة أم إدخال الناس في الشبهة فلذلك يكون الاستفهام حقيقة له معنى عظيم إن أنتم أهل كتاب وصاحب الكتاب لو كان فعلا أنه قائم بالكتاب أن الكتاب الذي معه فيه حق وهو قائم به وبحقه فيكون دوره أن يظهر الحق لا أن يلبس الحق بالباطل وأن يكون دوره أن يجلي هذا الأمر لا أن يكتمه أما أن تفعلوا ضد الأمر البده لمن عنده كتاب وعلم وحق وأن تفعلوا على خلافه فهذا ما لا يتصوره عقل ما لا يتصوره عقل ذلك فيقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون تلبسون تخلطون وقيل من اللباس وقيل من اللباس ومن قال تلبسون يعني اشتقاق من لبس الثوب فلذلك قال يقولون من قال بهذا الاشتقاق قال فيكون المعنى تلبسون بمعنى تغطون كما أن الثوب يغطي ما تحته من البدن فلا يراه الناظر لا يرى ذلك الجزء من البدن المغطى بالثوب فكذلك أنتم تغطون ذلك الحق الذي عندكم في كتابكم بالباطل تلبسون إذن بمعنى إما أنكم تخلطون بحيث يصبح هذا الإنسان لا يعرف الحق الكامل هذا بمعنى الخلط فيكون أمره جامع بين الحق والباطل أو تلبسون بمعنى تغطون وهذا اتفق مع الكتمان بمعنى أنكم لا تظهرون الحق الذي في كتابكم وتكتمونه فيكون بمعنى التغطية طيب ما هو هذا الحق الذي وقع عليه التلبيس ما هو الحق الذي وقع عليه التلبيس وما هو ذلك التلبيس الذي صار باطلا لم تلبسون الحق بالباطل فنظر العلماء إلى ما ورد في القرآن من الإخبار عن فعلهم وما جاء في السنة والسيرة في ذلك فأخبروا فذكروا لما كان فعله هذا اليهود في هذا الأمر متعدد فذكر العلماء ذلك كل منهم ذكر شيئا من ذلك فمن العلماء من قال لم تلبسون الحق بالباطل قالوا الباطل أنهم أعلنوا التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا باطل والحق أنه موجود عندهم في كتابهم الإخبار عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه وكما ذكر الله أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وهل يخفى على الإنسان ولده فإذن الحق المقصود الإخبار عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه في كتابهم والباطل هو تكذيبهم وأنهم يقولون ليس في كتابنا الوصف لهذا النبي المتفق مع ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا التلبيس وكتمان والتلبيس هنا بمعنى التغطية ومن العلماء من قال لم تلبسون الحق بالباطل قالوا الحق ما في كتابهم الذي أنزله الله عز وجل والباطل هو ذاك التحريف والتغيير كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه يغيرون ويبدلون وأن هذا شأنهم وأن القضية أعم من قضية التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أن الله أنزل على نبيهم موسى التوراة وأن فيها هدى لبني إسرائيل وأنهم تعاملوا معها بالتحريف وإذن هذا هو يخبر عن شأنهم وحالهم في أمر هو أعم ومما فعلوا هذا الأمر فيما تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن أن الأمر أعم ومن العلماء من قال الحق أنهم قالوا بعضهم قالوا محمد هو رسول الله وأنه مرسل من ربه والباطل ما هو قالوا لكنه ليس مرسل إلينا فهو فقط رسول العرب إذن هذا أيضا تلبيس تلبيس أيضا مما ذكر العلماء هنا أن من الحق أن منهم فئة أظهرت بألسنتها التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته والإيمان به لكنهم أخفوا الكفر به في بواطنهم وفيما بينهم فإذن هذه مما ذكر العلماء تحت هذه الجملة لما تلبسون الحق بالباطل فقالوا هذه صور وأفعال حدثت حدثت من اليهود في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه فيقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تلبسون وكل هذه الأمور التي ذكرت قد وقعت منهم قد وقعت منهم وكانوا وكأنهم يعملون على ما يقال توزيع الأدوار فإذا منهم من عملهم أنهم يعلوننا بألسنتهم الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم في آخر النهار يرجعون ويعلنون أنهم تركوا الاتباع لأنه تبين لهم بالرجوع على أن الأوصاف التي ذكرت في كتابهم لا تنطبق على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويريدون بذلك أن يرجعوا معهم فئة من الصحابة رضوان الله عليه باعتبار أنهم لا يقولون أنهم يعني لو قاد يعني وقد فعلوا بعضهم فعل أنهم يريدون إرجاع الصحابة مباشرة بالخطاب لكن هذه أيضا من أفكارهم الشيطانية هو أن يظهروا الإسلام ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة ثم في آخر النهار يتركون ذلك ويقولون أنه تبين لنا كنا نظن أنه هو نبي آخر الزمان الذي كنا نخبركم عنه وأننا صدقناه ظنة في ذلك لكن بعد التأمل والرجوع والتدبر في الأوصاف وكذا تبين لنا أنه ليس هو المقصود في كتابه إذن هذه إثارة شبهة فإذن فئة قامت بهذا الفعل وفئة أصلا كذبت به وقالت أنه لا ينطبق عليه الأوصاف وليس هو نبي آخر الزمان وراضح فلذلك إذن هذه أعمال حدثت منهم فيقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق تكتمون الحق المتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وبالإسلام الذي جاء به وأن في كتابكم الإخبار عن ذلك وأن هذا هو الحق فلماذا تكتموه وفي قوله عز وجل وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الذي تكتمونه من الحق حق أنه حق أن الشيء الذي تكتموه وما تظهروه فأنتم تعلمون أنه حق وأنه من عند الله فيما يتعلق بها بوصفه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالإسلام الذي دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنكم تكتمون هذا الأمر وأنتم تعلمون أن ما تكتمونه أنه هو الحق ومن العلماء من قالوا أنتم تعلمون تعلمون أن ما تفعلونه ليس المقصود اتباع الحق وإنما هو العناد والحسد والكبر وليس وليس أنكم في شك مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد وإنما الأمر مرده إلى العناد والكبر والحسد وأنتم تعلمون أن فعلكم لا لأجل اتباع الحق ولا لريبة في دعوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي أنزل معه وإنما القضية مرض في نفوسكم وصدوركم هو العناد والكبر والحسد ومن العلماء من قال من الفسرين وأنتم تعلمون زيادة في العتاب وأنتم تعلمون عقاب من يفعل هذا الفعل فكيف تجرأتم على ذلك كيف تجرأتم يا أهل الكتاب أنكم تفعلون ذلك وأنتم تعلمون ماذا جعل الله من العقاب في أمر التلبيس وفي أمر الكتمان وأنتم تعلمون تعلمون ما هو الأمر الذي أسس عليه علمهم بهذا الأمر كتابهم هذا الجانب الأول الثاني المعجزات التي أظهرها الله على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم فتعلمون أنه هو النبي الخاتم بما في كتابكم من الأوصاف والأخبار وبما أظهره الله على يديه من الآيات والمعجزات فأنتم تعلمون هذا الحق تعلمون هذا الحق ولكن هم استمروا على تلك الحرفتين الأولى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والثانية إلقاء الشبهات وإخفاء الدلائل والبينات إلقاء الشبهات وإخفاء الدلائل والبينات فهو طريق إخفاء الحق طريق إخفاء الحق بعد الكفر بالحق إذن هو كفر بالحق وعمل على إخفاء الحق ومواجهته عند من قبله عند من قبله ثم دلت هذه الآية أيضا ومما يعني يستنبط منها ويأخذ منها أن فيها أن إعلام بذلك الأمر وأن ذلك تدبير منهم وأن عملية النفاق التي قاموا بها ويؤدوها أن ذلك كان بترتيب منهم فالله فالله عز وجل يخبرهم أنه علم بما فعلوا علم ما فعلوا ورقيب عليهم في ذلك فلذلك إظهار ما كان خافيا أي أن في ذلك هدك ستر وإفشاء لمكنون وأن ذلك جائزا إذا كان في هذا تحذير لمن سيقع عليه ذلك الإفساد وأيضا ترغيب لهم أن يعود بأن الأمر قد كشف فلا ينبغي أن يستمر على ذلك الأمر فإذا ظهر أمر ما أخفوه وتبين لهم أن ذاك النبي نزل عليه من الوحي ما أخبر عن أمر أخفوه سرا إذن هذا دليل على صدقه فإذن فيه جوازه كالستر وإفشاء المكنون إذا كان في المترتب على هذا الفعل وهو هتك الستر وإفشاء المكنون تحذير لفئة غافلة وسيقع عليها ذاك الإفساد والفساد فإذن هتك الستر هنا فيه مصلحة والأمر والأمر الثاني أنه دليل ينضم إلى معجزات النبي صلى الله وآيات التي أجراها الله على يدي وتدل على صدقه تدل على صدقه فإذن هذا أمر ظاهر وأن الآية دلت دلت عليه وأن الآية دلت عليه وأنتم تعلمون ثم يقول الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون إذن كما قل فتحوا بوابة النفاق وطريقه وذكرنا بعض أسماء للمنافقين من اليهود والذين أظهروا الإسلام وأخفوا كفرهم به فإذن هو إظهار التصديق والتصديق هنا آمنوا قيل الإيمان هنا التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قال هو قضية صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وأن ذلك بعد تحويل القبلة لأن القبلة نزلت في سورة البقرة وسورة آل عمران نزلت بعدها فإذن كانوا هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وجه النهار في صلاة الفجر والظهر وفي آخر النهار يتركون الصلاة إلى الكعبة ويقولون تبين لنا أن ذلك الأمر ليس بصحيح فأيضا كما قلت وإيراد أن إدخال الشبهات على لأنه لو أن النساء لم يدخل في الإسلام ودعا هؤلاء قد لا يقبل منه لكن ليعطوا دلالة على أنهم طالبين للحق فلذلك قبلوا الإسلام ابتداء وتركوا دينهم ابتداء لكنه عندما تبين أن ذلك الأمر الذي كانوا عليه وهو أن اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبين لهم بدعواهم أن ذلك خطأ فلذلك تركوه ورجعوا فلعل ذلك بزعمهم أنه يؤثر في الصحابة فينتقلون معهم ويتركون الإسلام فإذن قالوا هذه القولة وقال الطائفة من أهل الكتاب فهي فئة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وهذا التعبير على الذين آمنوا يقصدون به أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجه النهار أي في بدايته وكفروا آخره أي اجحدوا ما صدقتم به من دين هؤلاء الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من دين في وجه النهار ويكون هذا الفعل في آخر النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون أي لعلهم يتركون دينهم معكم أو على أقل لتقدير أنهم يشكون ويكون في نفوسهم مرض الشك ومرض الشك طريق للترك فإن لم يتحقق رجوعهم وتركهم للإسلام فلا أقل من أن تبث في نفوسهم شبهة شبهة إذن آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره أي في آخره وأن الغاية في هذا الفعل ماذا الإضلال إذن هنا أصبح دور هذا الفعل النفاقي هو ماذا هو إضلال الآخرين بعد ضلالهم يسعون لإضلال الآخرين بهذا الطريق وهو الطريق النفاقي ثم يقول الله عز وجل عنهم وحاكيا قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تصدقوا لا تعترفوا لهؤلاء المسلمين بالحق حتى وإنما يكون ذلك لمن تبع دينكم من هو على دينكم ومن المفسرين من قال في قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم أي ذاك الحق الذي في كتابكم عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تظهروه لا تظهروه إلا لمن تبع لمن تبع دينكم فتظهرون لأنكم لو أعلنتموه لآمنت فئة من أهل الأوثان من مشركي العرب عباد الأصنام لو سمعوا ذلك لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن هم يسهدون أن يبقوا على الظلال ويكفرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا واحد اثنين يريدون أن يخرجوا من آمن به ليتركه ويرتد إلى الباطل ثلاثة أنهم يغرسون إن لم يتمكنوا من الثاني فيغرسون في نفوسهم الشبه أربعة أنهم يكتمون الحق الذي يخشون أن في إظهاره قد يجعل عباد الأصنام أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر